اشتركوا في القناة هذا ذهب وهذا ذهب ذهب الكل مفهوم طيب المؤلف رحمه الله قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا لا تقوم فيه أبدا في مسجد فراء ما علاقة مسجد ضراء بماذا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره لعل هذا خطأ من بعض النساء من نسفه اكتب التوحيد أخضر صح؟ لا ما يخطئ النساء هذا ما الصحيح من الذي يعني ما الصحيح ما علاقة الآية بالباب اسمعيش يقول مرء أخو نعم يا أخو أو قاب يقول مسجد ضراء بني كفر وإرصاد أصبع كفر وإرصاد وتفريق ومحارب أسس مسجد ضراء لأربعة أشياء صح؟ ذكرت في الآن للكفر والإرصاد والتفريق بدلا من نصلي في مسجد قبار صفين نصلي صف واحد ومحاربة لدين النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم فيه أبدا في مسجد ضراء لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في مسجد ضراء هو يصلي لمن؟ لله لكن المكان يقرر فيه الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة والصلاة عباد والذبح عباد ومن يقول خطا بعض النساء؟ هذا الذي يعني لا يعرف فقه المؤلف هو الذي يقول خطا بعض النساء مؤلف بخاري هذا الزمن دقة في الاستنبار صح؟ نعم لله دره رحمه الله اجلس إذن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عبادة والصلاة عبادة أين يقع مسجد ضراء؟ من يعني؟ مكان وجود مسجد ضراء نعم مكان وجود مسجد ضراء اسألوا هذولا الأصحاب الزيارات ممكن يدلوكم لو واحد يقول لك لو واحد يقول لك أين قبر الولي فلان؟ تدل عليه؟ لو دللتم مشارك لهم في الوزن؟ طيب مسجد ضراء؟ أوقف 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 هذا الأخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألت أنا أين يقع مسجد ضراء؟ قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرق والهدم والحرق إتلاف للمال ونهين عن إتلاف المال لكن إذا كان إتلاف المال لمصلحة راجحة يصح أن تتلف المال بارك الله فيه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرق حرق المسجد وهدم المسجد إتلافا للمال لكن لمصلحة راجحة حتى لا يتذكر الناس ويأتي بعض الزوار وقل من أن مسجد ضراء؟ قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرقه لا ندلك عليه مفهوم؟ أي نعم ولهذا يحرق رحل الغالي الذي يقول من الغليم إتلاف للمال لمصلحة راجحة مفهوم؟ إذن يصح إتلاف المال لمصلحة راجحة حتى لا يتذكر لأن بعض الناس اليوم يقول طيب نريد نعيد بناء بعض الأماكن في اليمن عندما بنوا أرادوا ليبنوا كعبة حتى يحجرها الناس هل يمكن نعيد هذا البناء؟ للتذكار للتاريخ نقول لا أي يوم يقدم العقيدة والتاريخ؟ عقيدة لابد نقدم العقيدة مفهوم؟ نعم ترجمة نانسي قنقر